الزواج ميثاق من أعظم المواثيق وعلاقة قوامها المودة والرحمة وبناء بيت وتكوين أسرة لكن أحيانا تنتاب الحياة الزوجية بعض الخلافات والمشكلات ويعترضها الملل والسآمة ولما كانت مسؤولية صلاح البيت واستقراره تقع أول ما تقع على الزوج كان من اللازم عليه أن يبحث عن الأسباب التي تعيد الدفء إلى بيته ويتمكن بها من كسب قلب زوجته ومن ذلك إظهار مشاعر الحب والمودة لها والإحسان الدائم إليها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي حسن الاستماع إليها والإصغاء لمشاكلها وهمومها مواساتها عند حزنها وإظهار الفرح بفرحها تخصيص وقت يومي يتبادل معها الزوج فيه كل ما يحفظ الود ويقوّل ألفة بينهما المشاركة في أعمال المنزل وقضاء حاجات البيت وقد سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته فقالت كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة ممازحة الزوجة ومضاحكتها في بعض الأوقات مخاطبتها بالكلمات الحسنة ومناداتها بأحب الأسماء وتزيين الكلام بعبارات الدعاء والشكر مهاداتها ولو بالهدايا البسيطة فالهدية لها أجمل وقع وأثر في القلب التغاضي عن الهفوات اليسيرة واستعمال التلميح في معالجة الأخطاء الهينة التركيز على الجوانب الإيجابية والأخلاقيات الطيبة التي تتخلق بها الزوجة واستثمارها وتنميتها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كرها منها خلقا رضي منها آخر وكن أيها الزوج من عباد الرحمن الذين وصفهم الله بقوله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما